اشتركوا في القناة تحقيق مستقبل زاهر للمملكة مشيدا بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في اجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية الفين وخمسين وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الشراكة والتشاور الوطني يسهم في وضع الرؤى والأفكار التنموية بما يلبي ويحقق تطلعات وطموحات المجتمع ومزيدا من التقدم والازدهار للمملكة كما ثمن معاليه توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين والاستمرار في عمليات القياس والتقييم لكل ما تحقق فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر